النهاردة محكمة جنوب القاهرة وثقت فيديو مصور للكشف عن المجوهرات والتحف الأسرية والتاريخية التي عثر عليها داخل شقة الزمالك طبعاً القضية المشهورة بمغارة علي بابا وطبعاً كلنا عارفين القصة اللي تم كشفها عن طريق الصدفة أثناء مكانة الشرطة راحة تنفذ أمر ضبط وتنفيذ بأحد الشقق في الزمالك واتفاجئوا أنهم قدام مدحف في عدد كبير من اللوحات الفنية والمشغولات زي ما احنا شايفين كده يا جماعة على الهوى في الفيديو والقطع الأسرية حسب تقرير المحكمة احنا عندنا 3000 قطعة ذهبية 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية و10 لوحات أوسط المحكمة بعرضها على دار الكتب والوصائق و800 قطعة اكسسوار هو الحقيقة يعني هو مشهد حقيقي غريب وكمان هو مسير للجدل وكنا عرضنا حلقة قبل كده خاصة من 90 دقيقة عن الشقة واللي فيها وتفاصيلها وكل المضبوطات اللي فيها والحقيقة الأمر كله يعني هو حاليا معروض على القضاء وإحنا طول ما القضية معروضة على القضاء ما نقدرش نعلق إحنا مناش رأي أنا مليش رأي ولا نقول إلا ما تأمر المحكمة به المحكمة طلعت الفيديو ده النهاردة اللي إحنا عرضناه وبنعرضه عدد كبير زي ما إحنا شايفين من المقتنيات المختلفة ثلاث تلاف قطعة زهبية ستة وخمسين لوحة زهبية ممكن تكون من الزهبية جماعة هي يعني مشغولات زهبية ولوحات فنية ده تقييمة فالموضوع الحقيقة يعني هو غريب شوية وفيه ألفين قطعة أصار على أي حال في النيابة دلوقتي هي اللي بتحقق وهي اللي ليها الرأي النهائي